هنتواصل مع بعض كلما يجد جديد أنا لفت نظري أستاذ حامد ثلاث نقاط وعايزين نتكلم فيما يا أستاذ إبراهيم بترتيب الأهمية المهم أن أنا إحساسي أن هذا الحدث بيترجم بشكل صادق جدا كما بدأت أستاذ حامد علاقة الأهل بدوره المجتمعي والسياسي والرياضي داخل المجتمع المصر وتناغم هذا الدور مع توجهات الدولة ده يمكن الحرص يمكن ده بيفكر نحن لازم نقرأ أول حاجة خطاب الشكر ونقول ليه لماذا نبدأ بهذا هذا التناغم يا أستاذ حامد يعني توجه النادي الأهلي مع فكر الدولة ورؤية الدولة وطموحات الدولة وإعمار الدولة لأنه إذا كان فيه نقطة بارزة جدا في السنوات الأخيرة فهي فكرة الإعمار شايف هي الحقيقة إنه رقم خارج نطاق الخيال هو اللي أنا هقوله الآن أنه مساحة المعمورة في أرض مصر المحروسة كانت ستة ونص سبعة لربع في المية منذ ستة سنوات مصر عايش على ستة في المية من المساحات كانت سبعة لربع بعد إضافة ستة أكتوبر وإضافة القاهرة الجديدة وإستادات وكذا بس كلها حاجات قليلة وصلنا اليوم إلى أربعتاشر ونص في المية ما شاء الله أربعتاشر ونص في المية يعني إمتد استغلال أه أه السكاني المساحة المساحة المصر عايش عليها مية في المية أكتر أكتر مية وعشرين في المية كما أكتر من مية في المية أه ده خلال الكامسة آه سنة الفاته دول من خلال الست سنين الأخيرة أه فهذا الرقم ضخم جدا رقم ضخم ست في المية طوال تاريخ مصر فوق فوق أنا بقول إن هو فوق الخيال شوية أه طبعا يعني أنا أنا لسه أقول مبارح أستاذ ابراهيب وإحنا قاعدين أه بقول لك منذ عهد محمد علي أه لم تشهد مصر مثل هذه النهضة صحيح في كل اتجاه فأنت ترجمتها مش محتاجة تكلب إلى رقم آآ يعني حاسم فاصل مدهش أنت يعني المساحة اللي كانت مخصصة للزراعة حتى نهاية عهد الخدوي إسماعيل اللي أنا بعتبره المطور الأول في مصر باني مصر الحديثة الحقيقة هو آآ محمد علي لكن الخدوي إسماعيل أنا بعتبره مطور مصر الأول كانت اتنين مليون فدان في الزراعة وهو اللي عمل ربعمائة ترعة كبيرة وكده لم يقترب منها أحد حتى العامين الأخيرين بمشروع عظيم جداً هو إعادة تأهيل بتطبيق الترعة بصفة مهند الزراعي أنا أتوقف عند هذا الرقم سنة وقت مقامت الصورة كانت الرقعة الزراعية ستة مليون فدان وألونا مديرية التحرير والغبات وعيشنا متصورين في تنمية زراعية لحد مقامت أو تلاتين يوليو أو جاء الرئيس عم فتاح سيسي وتصوره في زيادة الرقعة الزراعية لم تقترب بالسمع يعني أهضرنا وأضفنا لكن الرقعة الزراعية فضلت من ستة لسبعة إلا مليون فدان فالنهاردة الرقم أعتقد أنه زاد جداً زاد جداً والزيادة وده الشيء المهم إنها في مناطق صحراوية في الصحراء الغربية المشروع الأعظم من وجهة ناصري اسمه مشروع مستقبل مصر الزراعي مليون فدان وفي خلص نص مليون فدان أنا عرفته بالصدفة أنا عرفت هذا المشروع بالصدفة وأنا جاي من النادي الأهلي من منتجة الأهلي في مارسة مطروح على طريق الضبعة فلاقيت على إيدي اليمين لون أغضر جميل رائع يملأ الأرجاء وأنا مش فاهم دا إيه لكن كان فيه كل خمسة وعشرين كيلو في يفطة كبيرة مكتوب عليها على عالم مصر مستقبل مصر فاكتشفت إنه هذا المشروع الزراعي العظيم ترجمة نانسي قنقر